في رجل مسن يعيش في قرية هذا الرجل يعني حنكته التجارب كانوا سابقا يقولوا فلان شو محنك تعرفوا شو أصل هاي الكلمة أصل هاي الكلمة العلماء سابقا كانت الناس كلها تلبس العمامة لكن عمامة العالم تختلف عن عمامة غيره فالعالم كان يلبس العمامة ويجعلها يجعل طرف منها وين تحت حنك ويشلف لوراه فيقال هذا عالم محنك يعني بس تشوفوا هذا بروفوسور بالعلم فصار يقول فلان من المحنكين أي من العلماء الكبار الإمام مالك يقول ما أفتيت حتى أجازني عشرون محنكا أو ثلاثون محنكا يعني أجازه مجموعة كبيرة من العلماء الكبار ففي مرة عندها للأسف زوج خشن غليظ الطباع قاسي كلامه مثل حد السيف هو يظن هاي شو رجولة يظنها رجولة يجرح أهله يجرح أولاده تجرح أولادها تجرح زوجها يظنها من الرجولة أنا شكلين ما بحكي متأثر كتير بباب الحارة فتجده قاسيا تمام فهي المرأة عم تعاني من هذا الزوج الفضل الغليظ ما لأت له دبار ما لأت له طريقة حتى تتعامل معه فذهبت إلى هذا الشيخ المحنك وقالت له والله طبعا هو مو شيخ دين رجل مسن لكنه خبير محنك حنكته التجارب كما قلت لكم سألته أنا شو علاج لزوجي والله أنا ما عم بعرف تتعامل معه زوجي كتير قاسي قال لحل واحد هو الوحيد شو الحل قال لأ بدك تروحي على الصحراء وبتجيبي لي بعض شعرات من ذئب حي أي ذئب حي بدك تنته في الشعرات تبعه لعم هاي إنسانة ضعيفة وامرأة والذئب حيوان مفترس قاتل بس بدت حل مشكلتها صاحب الحاجة يأرعن حتى يقضي حاجته خرجت للصحراء لعم شلون بدي أمسك لي شي ذئب هوية جالسة رأت ذئبا خرج من مغارته ظاهر عنده جراء جراوة أطفاله خرج من المغارة وتوجه بعد قليل رجع هذا الذئب وفي فمه بعض العظام أو أحشاء دابة وأدخل إلى المغارة وأطعمها لأولاده فكرت قالت إذن أنا المرة الجاية أنا راح جيب شوية عظام وألقيها في طريق الذئب لما بيروح بيجيب طعام لأولاده قبل أن يدخل إلى المغارة شافت الذئب طلع من المغارة شلفت إدامه عن بعد واختبأت شيء من العظام واللحم جلس الذئب أكل بعضها تمامي أخوانا؟ وحمل الباقي إلى المغارة لأطفاله أول يوم ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم صار الذئب يطمئن لهذه المرأة وهي تعودت عليه فصارت تحمل بنفسها يومياً كمية من العظام وتذهب إلى المغارة وتطعم هي أولاده أمامه فعمل طعم أولاده وحاطت إيد على ظهر أحد الجراء فأخذت كام شعره خلصة ورجعت إلى الشيخ في القرية وقالت له أنت تريد أن تحول مشكلتي هاي بعض الشعرات من الذئب قال لها هل روضت ذئباً؟ روضتي قال نعم روضته قال كيف تكلمت له القصة قال له يا ابنتي المحبة روضت حيواناً شريساً يصعب ترويضه ألا تستطيعين ترويض زوجك؟ يعني أنت يعني دي سألك سؤال مين أسهل لترويض بني آدم ولترويض نمر لا والله بني آدم أسهل أقل شيء ما بيهبو شك ما بيعضك لا يهجم عليك قال هنا المحبة حولت الحيوان المفترس إلى حيوان أليف المحبة وانتبهها مو بس المحبة بيقول لك طب في حدا بيكره أولاده يا سيدي خليني يسلم ما حدا بيكره أولاده لكن نحن بحاجة مو بس للمحبة شو؟ بحاجة إلى أظهار المحبة شو؟ إظهار المحبة هل أنا بحبك؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم سيد المربين أخبرنا إذا كان واحد بحب واحد شو قال؟ إذا أحب أحدكم أخاه أو كما قال فليعلمه طب ليش أعلمه؟ قال ما بيكفي تحبه بينك وبينه لابد أن تظهر له الحب فأظهار الحب للطرف الآخر مهما كان شرسا تتحسن أخلاقه إذن من مفردات الأخلاق المحبة مفتاح القلوب مفتاح الترويض يا أخوان الكرام الكلمة بيقولوا الكلمة الطيبة بتأثر بالحجر بالجماد في دراسة العالم ياباني أنا ما كثير بيهتم بها القضية لكن لا أستبعدها أن هذا الماء يعني هو عبارة عن ذرات مجتمعة فوجد أن الكلمة الطيبة تؤثر في الماء الماء الذي يقال عليه بسم الله الرحمن الرحيم يكون أنفع وأطيب وألذ من الماء الذي يشتم عليه أو يسب عليه أو تتكلم عليه كلمة قاسية فإذا كان الماء الجماد إذا صحت هذه الدراسة يتأثر بالكلمة القاسية البشر يتأثرون أكثر فإذن المحبة ما بتكفي لابد أن نظهر المحبة الرحمة من مفردات المحبة فيه أنا بدرست الله بمحهد سيدنا سعد ففي طالب يعني هو عمره أظن خمسة عشر سنة أراه دائما مهموما فسألته لتلك ليش أنت دائما زعلان فشكى لي من أبيه قال لي أبي صدقا يا أستاذ بكون بالغرفة الثانية أنا عم أتكلم عن أخطاء مو شرط نكون نحن هكذا قال لي بكون بالغرفة الثانية بدي ينام تعبان أبي بينادي لي ما بدي يذكر اسمه فلان قال بيجي لعنده بيلو أعطيني كاس في الماء تكون كاسة الماء حده طيب قم جيب كاسة الماء لو أنت أبي يا أخي أنت أب بس مورب فبعض العلماء يقول جرب أنت حالك أسبوع لا تطلب من ابنك طلبا هذا أسلوب من أساليب التربية جالس أنت على الطعام بدك ماء فس جيب ماء بدك محرمة قم جيب محرمة قال لي بدي ينام بد تغط عيني فلان بيجي بيقول له جيب لي الشاحن قال لي والله الشاحن إذا بيمد إيده بعد إيده بمتر بيناديلي من الغرفة الثانية بيفززني من الفرشة مشان جيب له الشاحن في بعض الأباء يتعاملون بهذه الطريقة جرب أسبوعا واحدا لا تطلب من أهلك شيئا والله 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 أنا عمري تسع وثلاثون سنة ما طلب أبي يوما مني طلبا هاي أقسمت لكم بالله ولا طلب إذا بكون جالس أنا وياها بالغرفة بده كاسة مي بيفزز بيجيب كاسة المي حتى لا يطلب من أمي موش قضية شخصة بس قلت إذا بدي أتكلم عن مثال في ذلك عن مثال من أبي إنسان عامي عامل لكن فيه هذا الخلق الجيد ما وجدت لأنه أنا أعرف الناس بأبي صدقا بكون جالس أنا وأبي وأمي بيجي عباله فنجان قهوة لا يقول لأمي أنا أريد أن أشرب القهوة هو يقوم إلى المطبخ وبسوي فنجان قهوة وبس يخلص بفز بيجليه وبحطه بالمكان المخصص يأتي من عمله مرهقا يغسل ثيابه لا يطلب شيئا من أحد هذا له الآن إذا أوالدي بيرمش رمش أنا أتمنى من الله أن يطلب مني بس عن رمش بس أعرف ولو على بعد عشر كيلو متر ماذا يريد أسعى لتحقيق ما يريد ليش؟ لأنه أستحي منه ما يطلب مني أم الأب الذي دائما يطلب من ابنه أي شيء يزيل مكانته من نفس ابنه بيصيني طنشو ابنه بيسوي حاله نايم بيشخر بس يناديله بيرفع صوت الشخير حتى يعلم أنه نام أنت هكذا ربيته دعه يستعي منك إذا نظرت إلى مكان يقفز إليه مثل السبع يكون فيه تمامي أخوان الكرام هذه كلها من مفردات الرحمة ترجمة نانسي قنقر